وهو العليم وهو اللطيف الخبير فاللطيف الخبير يعرف ما تكنه النفس وما تخفيه فيحاسب اذا بعسر ما في القبور وحصل ما في الصدور ينكشف السر كثير لقيت من الناس عندما في الاسفار وكذا اجد واحد مثلا يتوضع ولا يريد ان يمسح على رأسه عليه عما يأخذ يده يضاحون يقول ركسا والبعض يعمل السوكس هذا الذي يدخل في الرجل يمسح لي يقول هذا مثل الجورب لا فرق بينهما كل هذا ترخص من الانسان في حكم الشريعة والشريعة لا تقبل هذا يدعو عليك ان تلتزمها كما امرك الله فاذا التزمتها بريء الزمتك واذا لم تلتزمها كما ينبغي فالرقصة هي ما شرعه الله اما ما شرعته انت فلا يكون رقصة نافئة يوم القيامة ما شاء الله والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب قبري اردنا ان نثبت حدوث العالم ننظر الى العالم فنجد فيه ناس احياء واموات كبار وصغار وناس شباب شيوخ والشيخ كان شابا والشاب كان طفلا والطفل كان في بطن امه والام نفسها كان صرية فنجد في العالم وصف منضبط هو التغير نعم فنستدل على حدوثه بماذا بتغيره نعم نعم فنقول العالم متغيرون نعم هذه مقدمة صغرى نعم نعم مقدمة صغرى نعم العالم متغيرون نعم هذه قضية مقدمة صغرى جزئية نعم سمناتي بكلي نعم نبنيه عليها نعم فينتج الحكم المطلوب الذي نغي فنقول وكل كل متغير نعم حادث نعم كل متغير نعم حادث فالعالم حادث نعم فنصل الى هذا نعم أليس كذلك نعم نعم مثلا نقول فلان يصلي نعم وكل مصل مسلم نعم فلان ماذا مسلم نعم الى آخر ذلك يعني فإذا أردنا أن نعرف الدليل نعم الدليل هو ما يمكن التصور التصور بدليل النظر فيه إلى مطلوب خبري والمطلوب الخبري هنا قولنا العالم حادث العالم حادث نعم أظلم هذا مكتوم لا ما يسموه المناقض قياس من الشكل الأول نعم لمقدمة صغراء وكبراء وعليها نتيجة هذا قياس من الشكل الأول في الممتعة نعم نعم الوقت يوم كم سنو دس دسين خمسة يوم طيب ساعة ساعة طيب خير إن شاء الله ربنا يوفقنا آمين أها وبدنا على إين وفرف أئمتنا خليل المفق أقيم ومتفق ومتفق أول نعم الهكم هو حتاب الله نعم ولكن المنفذون هم البشر هم الذين ينفذون هذه هذا الهكم الذي ينفذ هو الله ولكن البشر مستعبدون نعم مستعبدون لأن إذا قلنا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف نعم فعل المكلف أعم من الفعل المقابل مثلا للقول أو للاعتقاد نعم لأن فعل المكلف المراد به نعم اعتقاده وأقواله وأفعاله نعم وحتى أفكاره نعم وكل ما يتصف به نعم كل ذلك داخل في مسمى فعل المكلف نعم نعم فعباد الله نعم نعم الله تبارك وتعالى نعم كعلق خطابه بهم بالتكليف بالاستعباد نعم فهم ينفزون هذا الأمر نعم خاضعين زليلين لله تبارك وتعالى نعم الشيء الذي نريد أن نعرف مثل كالمجتهد إذا اهتخد وهكم بشيء ما وعلمنا أنه لو أخطأ يصاب هو لأنه هو له تريد الاجتهاد نعم نعم فعلا الله فيه هذا أخطأ هذا من جهة المجتهد ولكن نريد أن نعرف من جهة المجتهد فيه هل هذا أكمل الذي اتهد المجتهد وأخطأ حتى في نفس المجتهد يتغير لا هذا واضح أن بعض العلماء عندهم أن الحكم تابع لظن المتهد نعم لأن المتهد متعبد بالدليل القطعي وبالدليل الظني نعم فاتهاده كله مبني على الظن الرادح المبني على العلم والمعرفة لتوفر شروط الاتهاد فيه نعم فإذا اتهد نعم وأصاب نعم فله أجر الاتهاد نعم وأجر الإصابة نعم أما إذا اتهد فأخطأ نعم فله أجر الاتهاد وليس له أجر أجر في حكمه نعم ثم إن المحكوم عليه نعم لا يتغير نعم أما من قلده في هذا الحكم نعم لأنه فرعي فعسى أن لا يصاب بشيء لأن الله أمر غير العالم أن يسأل العالم فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نعم فغير القادر على الاتهاد نعم إذا قلد المتهد في حكم أخطأ فيه المتهد نعم فإنه سوف لا يعاقب ولا يآخذ يوم القيامة نعم خلافا لما ذهب عليه ابن حزم وغيره ممن يحبون النزاع والخلافة ويحبون إساءة الظن بجميع الناس ولكن الحق واحد الحق في الحكم عند الله واحد لا نقول كما يقول بعض الناس أن الحكم متابع لظن المتحد لا هذا كله القلام يتعلق بالمتهد فقط بالمتهد لغير المتهد لا ينبغي له أن يخوض يجب عليه أن يسأل يجب عليه أن يعرف الحكم ويفتي بما يعرف لكن لا يتخد لأنه لا يعرف الاتهاد ولا يعرف شروط الاتهاد ولا يستطيع أن يستحضر الأحكام التي يبنى عليها الحكم الفرعي الحكام الأصلية التي يبنى عليها الحكم الفرعي فلذلك يجب عليه أن يسأل من يعلم لأن هذه وظيفتنا الله تبارك وتعالى أمرنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم فإذا كنا لا نعلم الحكم نسأل من يعلمه فيفيدنا ونعمل به ولكن الحمد لله هؤلاء الأئمة الأربعة الذي أخطأ فيه قليل جدا الذي أخطأ فيه من الحكم شيء قليل ليس بكثير وإنما الأخطاء التي توجد في بعض الكتب الفقهية ليس منهم وإنما هي من الأتباع والأتباع في كل أمر لهم حكم يخصهم يزيدون وينقصون ويزينون ويفعلون ما يريدون نعم 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 صحة الصلاة تبدأ الله بسقود طبعات أو سيئة من المبارك لا تتعلق يقال أن صحة صحة العبادة يطلق عليها أنها ماذا قال وبصحة نعم عدم المطالبة مثلا بالقضاء لقبل إسقاط القضاء ما في نعم السوائد وسلم ميتة ميتة القدر المجاز المطالبة القدر المجاز به مثلا في السوائل كما تقول ولعلك تريد مثلا إزاغة الغصة نعم وإذا اختنق رجل مثلا بلقمة نوطيه قليل من الخمر ليزيلها فإذا زالها لا يزيد شرب أخرى يكتفي بهذا وأما الميتة فتختلف عن هذا يأكل ويتزود وإذا استغنى طرح يأكل يشبع كويس وطبعا شبع المؤمن إذا أراد أن يكون مؤمنا كاملا فالله يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين فإذا كان في الحلال حكم عليه بأن لا يسرف لا بد في الميتة أن يكون الحكم أشد من هذا ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن يكف ابن آدم لقيمان يوقي من الصلبة فإن لم يكن فسلس إيه سلس لطعامه وسلس لشرابه وسلس لنفسه فلذلك يعني بالنسبة للميتة هذا يسمى الحكم الاستثنائي الطاري على الثابت أو على الثوابت الإسلام في تحليله وتحريمه يشتمل على ثوابت وعلى متغيرات هذا الحكم حكم الميتة هو من المتغيرات وهو حكم يرجع إلى كفاية المؤمن لأن المؤمن دائما لا يهمله ربه في جميع الحالات فإذا لم نجد حلالا وخفنا أن نتعرض للهلاك جازلنا أن نتناول من الميت من الميتة كفايتنا وهذه الكفاية على رأي أهل مذهبنا أن يأكل حتى يتزوجه وإن كان الشافي يقول غير هذا يأكل فقط ولكن عندنا تأكل وتأخذ قليل إذا كنت يعني محتاج إذا استغنيت ضرحتها ورميتها وهذا هو بسبب الاضطراب نعم نعم المطلوب الخبر المطلوب 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 الخبري هو يعني الجملة التي تأتي في النتيجة لا تكون إنشائية وإنما تكون خبرية كما قلت العالم هذا تصور ثم بنيت عليه مفردا آخر للتصديق ليكون جملة كاملة فقلت العالم حادث فهذا مطلوب خبري فهمت نعم الخبرية هنا في مقابل الإنشاء نعم نعم ما نتوصل إليه نعم حدوث العالم هو قولك العالم حادث هو حدوث العالم لأن هنا نحن وصلنا إلى الحكم بأن العالم حادث فهذا هو حدوث العالم